إسرائيل قالت أنها قصفت ربعمية هدف لحماس ده حقيقة يا فن وهنا هي بتتكلم على هل لأن التسليم والتسلم بتاع الرهائن كان في المنتصف عند خان يونس فبالتالي منطقة خان يونس تتعرض الآن لقصف شديد؟ منطقة خان يونس يرى الجانب الإسرائيلي وهو ده حسب الرواية الإسرائيلية أنها هي المنطقة التي يتركز فيها القدرات الكبيرة جدا للحركة خارج منطقة الشمال ومنطقة المركزة طب ما هو قال أن ده كان في الأول منطقة الشمال قالك أن الحركة كلها مركزة في الشمال من 50% ل60% التقديرات كلها تتحدث على من 50% إلى 60% موجودين في منطقة محافظة شمال غزة ومحافظة غزة باعتبارها العسامة المركزية لقطاع غزة منطقة الجنوب حضرتك فيها محافظتين محافظة خان يونس ومحافظة رفح محافظة خان يونس هي المكتزة أكثر بالسكان وهي الأكثر مساحة وهي التي يتم تهديد كل مناطق الجنوب بما فيها إيلات بيرس 7 ديمونة مناطق الوسط في إسرائيل المناطق الصناعية زي كريات جات ونيتفوت كل الكلام ده كان بيتم من منطقة خان يونس بالنظر لفكرة قدرة إطلاق السواريخ حنلاقي أن المرحلة اللي فاتت الأسبوعين اللي فاتوا تقلست قدرة الحركات المقاومة الفلسطينية من إطلاق السواريخ من منطقة الشمال وتم إطلاق يعني 70% من السواريخ التي أطلقت على إسرائيل أطلقت من محافظة خان يونس عشان كده الجانب الإسرائيلي بدأ الأسبوع الماضي ما قبل الهدنة يلقي المنشورات بغرض إخلاء الشريط الحدودي اللي هو شرق القطاع من منطقة القرارة وعباسان وخلافه ست مناطق في هذه المنطقة نوعي زيخل السكان من هذه المناطق بغرض التأثير على فكرة إطلاق السواريخ المنشورات اللي وزعت لسكان هذه المناطق وكان فيها إلى سكان القرارة خربة خزاعة عباسان وبني سهيل وبني سهيل عليكم الإخلاق فورا وتوجه الملاجئ في منطقة ترافع مدينة خان يونس هي منطقة قتال خطيرة يعني هو انتقل من الشمال إلى منطقة خان يونس ووزع عليهم كمان مناطق الانتقال هو لم ينتقل هو وجه قدراته لتنفيذ عمليات محدودة في منطقة الجنوب بس بريا هو دخل إلى خان يونس هو دخل لمنطقة خان يونس من أسبوعين هو دخل للمنطقة شرق خان يونس هو عمل فتحات في الجدار وتمركزاته هنا لواء مشاه مقل موجود في هذه المنطقة مع دعم من مجموعة العمليات 162 مضرع هو بعت هنا ثلاث كتيب مضرعة بالإضافة إلى كتيبة من اللواء الجفعاتي وكتيبة من اللواء المظلي للعمل في هذه المنطقة بالإضافة إلى كتيبة من لواء النحال اللواء المهندسين العسكرين هذه الخرايط اللي تم توزيعها على السكان خمس خرايط يعني هي بيقسم غزة إلى مربعات ويقول له نبتدي من الأول يا جماعة يعني جباليا يا أهل جباليا هذه هو تروحوا مدينة غزة والدرج والتفاح الدرج والتفاح الدرج والتفاح ثم ننطلق إلى القرارة الساكنين بقى دي أسامي مربعات ومعاطق خان يونس فاني دي شرق خان يونس القرارة نروح للمواصي وإلى رفع مواصي ورفع يبن داخل على الجنوب منطقة الجنوب وحنشوفه مما فين ثم إلى منطقة خربة خزاعة وعبسان وبانس هي لو معين بيروحوا إلى منطقة رفع منطقة رفع أريد أن أشرح الحتة دي هنا حضرتك الاستراتيجية تغيرت زي أنا ما قلت لساتك الاستراتيجية الأولى هي عملية الاقتحام البري لمنطقة مساحية اللي هي محافظة الشمال ومحافظة غزة بغرض القضاء على فكرة القيادة المركزية للقطاع وإنه هو المنطقة هناك فيها من 50% ل60% من قدرات الجيش ودي اللي مارس فيها العمليات العسكرية لمدة 3 أسبوع بالنسبة للاقتحام البري والدخول إلى مناطق حي الزيتون وخلافه ودي اللي هو بيقول عليها نتنياهو النهاردة إحنا حنوسع دايرة العملية في منطقة الشمال ساتك سؤالك مهم جدا منطقة الجنوب ماذا يتم فيها ما حدث في الشمال لا يحدث الآن في الجنوب خلينا نشوف الخريطة عليها أين توجد هذه المناطق وأظن أنه هما الخطة الآن هي مرتكزات أمنية هو يضع مرتكزات أمنية فيه لتنفيذ عمليات نوعية هو هنا معنى أنه هو في بداية العملية اللي هينفذها في منطقة الوسط والجنوب نزل مربعات الأرقام وده ما عملهوش في الشمال ده معنى إيه؟ ده معنى حضرتك يا فنم أنه أنا مش هعمل اجتياح شامل للمناطق دي أنا هستهدف مربع بعينه المربع رقم كذا يتم إخلاقه والذهاب إلى المنطقة الفلانية ليه؟ لأننا هستهدفه بالطيران والمربعات دي كلها حقيقة مربعات سكنية صغيرة إحنا بنتكلم على أكتر من 3600 مربع نشرهم الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي هادي حي الشجاعية في الشمال هنا مخيم المغازي المغازي في وسط غزة وعبسان أهو في الجنوب عبسان في الشرق أفنم شرق القطاع جنوب شرق القطاع جنوب شرق القطاع كل ده بيقولك اتجهوا إلى الجنوب وعبسان دي شرق خانيه المغازي عبسان بيتجه إلى رفح أو بيتجه إلى منطقة المواصي لو بصنا على المغازي حضرتك بيقوله اتجه إلى اتجاه الغرب يعني اذهب من مخيم المغازي إلى اتجاه الساحل في منطقة برضو المواصي ومنطقة غوش قطيف اللي هي المستوطنات القديمة اللي مشي منها الجانب الإسرائيلي وما زالت هذه الأراضي حتى الآن هي أراضي زراعية مفتوحة طيب لما نجي نبص على حي الشجاعية حي الشجاعية هو في محافظة الشمال في غز ولكن حي الشجاعية هو حتى الآن لم يستطع يقتحام حي الشجاعية لم يستطع يقتحام حتى الآن مخيم جباليا هو ده اللي تكلم عليه نتنياه هو بأكد عليه أن هنا هيبقى فيه فكرة إدارة جديدة للعملية في منطقة شمال قطاع غزة تحديدا بناء على المرتكزات والمكتسبات اللي حققها خلال الأربع أسابيع الأولى للاقتحام الباري هو الأول كان بيقول للناس في الشمال روحوا خان يونس ودير البلح دلوقتي هو بيقول للناس خان يونس منطقة خطر منطقة قتال خطير اذهبوا إلى الجنوب فيه خلط يا فنم الخلط هنا بالنسبة له ويعمل خلط للعملية كلها هو أولا هدفه للسراتيجي إخلاء المحافظة المحافظة غزة والشمال بالكامل إلى منطقة الوسط والجنوب وخلاص ما بقاش فيه وسط أنا رأيي أنه هو متجه إلى الجنوب بزرط نشوف المواصي فين يا جماعة في الوسط فنم هي في اتجاه دير البلح هذه المواصي تعتبر في الوسط هي في الوسط فنم فعلا هي المواصي ومنطقة غوش قطيف دي بالكامل المنطقة السحالية دي بالكامل هي بتتبع منطقة دير البلح ودير البلح هي الأخفة يعني هي المنطقة فيها أراضي مفتوحة كتير عدد السكان قليل نقطة المهمة اللي عايزين نشير إليها إن لم ينجح الجانب الإسرائيلي حتى الآن من الإخلاء الكامل لمحافظة الشمال ومحافظة غزة الضغط الآن زي ما ساتك أشارتي في اتجاه الوسط والتجاه الجنوب مهتم بخان يونس ليه؟ لأن خان يونس فيها تمركزات قوية للحركة أو الحركات وهي التي أشير إليها خلال هذا الإسبوع من كسافة إطلاق السواريخ على منطقة وسط إسرائيل ومنطقة المركز قبل الهدنة بقى وبعد الهدنة فنم كمانا وبعد الهدنة يعني في 200 صاروخ أطلقوا عقب انتهاء الهدنة هددوا القدس يعني حركة الجهاد الإسلامي أعلنت أن السواريخ وصلت إلى القدس وتل قبيب وبعد المدن الصناعية في منطقة وسط إسرائيل هل التسليم أيضا لأنه كان جزء منه في خان يونس هل ده إدى إحساس أنه ربما تكون العملية أو الأنفاق موجودة هنا التسليم تم في نقطتين مركزيتين النقطة الأولى منطقة غزة والنقطة الثانية زي ما ساتك أشارتي في منطقة خان يونس إذن خان يونس تعتبر هي عاصمة الجنوب وغزة هي عاصمة القطاع وعاصمة الشمال أيضا منطقة الوسط زي ما ساتك أشارتي هي منطقة ضعيفة ومحدودة المساحة فيما يتعلق بالعمق من الشرق إلى الغرب عشان كده هم مش مهتمين بيها قوي لأن حتى كسافة المقاتلين فيها ما يقدرش يأمن فيها رهائن لكن الكسافة السكانية اللي موجودة في منطقة خان يونس يقدر يأمن فيها كل أنشطة عناصر المقاومة ترجمة نانسي قنقر